أكثر من سبعة أشهر نحن في اليوم الثالث في الشهر أو اليوم الرابع في الشهر الثامن وهو شيء غير معقول لا أعتقد لا المقاومة الفلسطينية خططت واعتقدت بأن الحرب ستطول إلى هذا الحد ولا الكيان الصهيوني اعتقد بأنها ستطول هذه الحرب إلى هذه الفترة ولا داعميه ولا أي واحد مرات تشعر بأن ما يجري في غزة في الحقيقة يتجاوز الإنسان يتجاوز العقل الإنساني بغض النظر من هو هذا الإنسان بغض النظر هل هو مع الحق مع الباطل مع المستضعفين أم مع المستكبرين والطغاة كل ما يجري في غزة تشعر أنه يتجاوز وأن هناك حكمة إلهية من هذا الأمر وأن الأمر غزة هذه ما هي إلا مؤشر أو بداية لأحداث كبرى وعظمى قد تشهدها المنطقة بل يشهدها العالم والدليل أن اليوم لو تراقب أي أخبار عالمية فإنك ستجد أقل شيء في اليوم والأيام اللي ما فيش حديث هو خمسين بالمئة تقديراتي أنا شخصيا متابعة لبعض المواقع الإعلامية الكبرى خمسين بالمئة من الإعلام من الأخبار عن غزة وما يجري فيها عن فلسطين عموما عن الكائن الصهيوني أيضا هذا في الأيام اللي ما فيهاش حديث كثير لكن في أكثر الأيام أكثر من سبعين إلى ثمانين بالمئة حين تسعين بالمئة من أخبار العالم هو الحديث عن ما يجري في غزة وما جوى ره ما الذي يجعل قطرة لا تكاد أو نقطة لا تكاد ترع على الخريطة الكرة الأرضية إذا أخذنا الكرة الأرضية اليابسة أكثر من مئة خمسين مليون كيلومتر مربع واخذناها ككل بمحيطاتها ومياها وبحارها أكثر من خمسمائة مليون كيلومتر مربع غزة هي قطرة لا تكاد ترع ما الذي يجعل هذه القطرة أو هذه النقطة في خريطة العالم بهذا الحجم التي تؤثر فيه على الأحداث آخر الأشياء مثلا كان فيه تصويت مرة أخرى في الأمم المتحدة على قضية فلسطين وأن فلسطين تستحق أن تكون دولة إلى آخرها حوالي تقريبا 149 أعتقد أو 143 رح نشوفوا الأرقام الآن الأغلبية العظمى من الدول قالت أنها مع فلسطين أن تكون دولة طبعا هذا حديث دولة فلسطين الشخصية لديه الآن فيه رأي آخر ونظن أن بعض الناس بدأوا يراجعون رأيهم أن القضية لم تعد قضية دولتين ولا يمكن أن تكون هناك دولتين في أرض فلسطين لكن إذا أخذنا ما يجري من نشاط دبلوماسي فإنه كان هناك مرة أخرى وهذه ليست المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة عن جمعية عمومية الأمم المتحدة تتحدث عن ما يجري في غزة هنا عن قضية الدولة الفلسطينية التي دفعت بالممثل الكاين الصهيوني إلى أنه أقدم على تمزيق مثاق الأمم المتحدة أمامهم جميعا وهاجم الأمم المتحدة بكلمات بائسة نابية وطبعا هذا في حد ذاته يعطينا صورة إلى أي حد أصبح هذا الكاين منبوذا وإلى أي حد أصبحت الأغلبية العظمى من دول العالم حتى دول أوروبية تقريبا كل الدول الأوروبية ربما على استثناء واحدة أو اثنين يا إما امتنعوا يا إما صوتوا لصالح الدولة الفلسطينية الممتنعين تسعة فيهم الكاين الإسرائيلي الولايات المتحدة واحدة أربع خمس دول تقريبا لا يسمع بهم أحد دول صغيرة جدا فأصبحت منبوذا هذا الكاين الصهيوني التي أقامته الأمم المتحدة بقرار من الأمم المتحدة ما يسمى بقرار التقسيم قرار واحد من يواحد من مجلس الأمن كما يسمى هو الذي أقام هذا الكاين على أرض فلسطين التاريخية من لا يملك بريطانيا الاستعمارية أعطت لي من لا يستحق الكاين الصهيوني أرض ليست له صحيح كان يعيش هناك يهود بنسب معينة مختلفة حسب الظروف لكن كانوا دائما في حدود 6-7-8% مرحب بهم مثلهم مثل الآخرين وهذا كان طبيعة العيش في الدول الإسلامية داخل الإمبراطورية العثمانية مثلا اللي كانت تحكم يومها فلسطين ويمتد سلطانها امتد طبعا إلى الجزائر وامتد إلى مناطق طويلة جدا كانت أمم وطواعف وأديان وتتعايش تتعايش وفق منظور إسلامي يكرم بني آدم وكل واحد عنده حقوقه وعنده واجباته معروفة على كل أهل فهذا الكيان الذي قامته الأمم المتحدة أصبح يوجه لها هجومات ولا أقول انتقادات إلى درجة أن يمزق مثاق الأمم المتحدة طبعا نفس المسؤولين آخرين من هذا الكيان هاجموا الأمم المتحدة هاجموا الجمعية العامة هاجموا مجلس الأمن هاجموا العنروة هاجموا كل المنظمات التي انتقدتهم تابع الأمم المتحدة أو حتى تلك غير تابع الأمم المتحدة يعني تلك المستقلة أو غير الحكومية هذا كله يعطينا إشارة واضحة إلى أين يتجه الرأي العام هنا رأي العام الرسمي ونحن نعرف أن الرأي العام الرسمي كثيرا ما يخشى من الإمبراطورية الأمريكية كثيرا ما يخشى من الولايات المتحدة وعقوبات الولايات المتحدة وتخويف الولايات المتحدة شفنا أنه قبل ثلاث أيام ربما حدتكم عليها في اللايب السابق خرجوا 12 ولتحقوا بهم آخرين لكن اللي وقعوا كانوا 12 من الكبار ما يسمى بعضاء الكونغرس يقولون للنائب العام لمحكمة الجنائية الدولية ICC بالإنجليزي يقولون له لخان يقولون له تستهدف إسرائيل نستهدفك برغم أنه لا يستهدف إسرائيل هو يريد فقط أن يطبق قوانين المحكمة الجنائية الدولية فهم هاجموه بشدة هاجموه بشدة وهددوه وقالوا أنك ستدفع ثمن أنت وعائلتك وشركائك ومن يعمل معك يعني سنجعل حياتك جحيما في اختراق وخرق للقوانين الدولية بما فيها لقانون هذه المحكمة التي أسست قبل أكثر من 20 سنة فيما يعرف بمثاء روما ومقرها هي الآن في لاهاي في هولندا إذن هناك عزلة تتحول إلى نبذ تتحول إلى إبعاد حتى من الحكومة الرسمية طبعا الشعوب سبقت الحكومة الرسمية بأشهر من الأسبوع الأولى من أسبوع الأول عشرة أيام الأولى بدأت الشعوب تتحرك لأنهم فهموا بعد التصريحات انت كبار أعضاء هذا الكيان ودعوا وانذاك كانوا كبار قادة الغرب كانوا يلهثون ويهرولون في اتجاه الأبيب ويطلقون في تصريحات كلها تزايد حتى على الصهاينة وتؤكد ما يقوله الصهاينة إلى غاية أنهم كانوا مع قطع الماء والكهرباء والغذاء على كما قال ما يسمى بوزير الدفاع جالانت اللي قال هؤلاء حيوانات بشرية ذهب كبار المسؤولين الغربيين بما فيهم بايدن الذي كانت أول مرة وزير أمريكي رئيس أمريكي يزور هذا الكيان عندما يكون في حالة حرب أول مرة في تاريخه ذهب ماكرون ذهب الصناك ذهب الألماني ذهب البلجيكي ذهب النمساوي ذهب الجميع الجميع ذهبوا لكي يقول لهم نحن جميعنا معكم شعوبهم على الأقل جزء من الشعوب الغربية كانت تعترض وتتظاهر هذا كان من منتصف أكتوبر تقريبا يعني بعد أسبوع عشرة أيام الآن أغلبية الدول بما فيها الدول الغربية تطالب هذا الكيان بوقف الهجوم على رفح حتى الدعم الرئيسي والأساسي واللي بدون ينهار هذا الكيان قالوا عليك ألا تقوم بعملية كبيرة في رفح نعم اتفقوا معهم على أن يسيطروا على معبر رفح وبتواطع وخيانة من السيسي في ضرب لما يسمى باتفاقية كامت ديفيد التي تمنع على الكيان الصهيوني واتفاقيات أخرى تمنع الكيان الصهيوني أن يقترب 3 إلى 4 كيلومتر من الحدود المصرية كما فرضت شروط كثيرة على الحكومة المصرية وعلى النظام المصري لكن تواطع السيسي طبعا اللي تجاوز كل منطق وكل ما كانت الناس تتوقع ذهب هو أكثر لعل البعض منكم شاهد جنود مصريين أمس وهم يضربون في طفل فلسطيني عمرهم كان 13 أو 14 سنة فر من القنابل التي كانت تتهاوى عليهم في رفح فتسلق الجدار وهو جدار سميك وبالمناسبة بناه السيسي هاي الثورات المضادة التي جاءت ضد إرادة شعوب اللي تفجرت في 2011 هاي هو وش تجيب جيب لك السيسي جيب لك حفتر جيب لك شينغريحة جيب لك يعني كلها ها هو وش تجيب فالطفل لما تسلق جدار في 6 أمتار أو أكثر وسقط من الجانب الآخر ضربوه الجنود المصريين ضربا شديدا وقالوا له ترجع للموت شوف هذه الأنظمة ما أنتجت لكن والسيسي بالمناسبة ره ساجن العشرات هذا اللي احنا متأكدين منها كان بعض المصادر تقول ربما وصلوا المئات من أي واحد عبر عن تعاطفه مع الفلسطينيين بما فيهم نساء بما فيهم فتيات بما فيهم جامعيات بما فيهم صحفيين بما فيهم نقابيين مجرد تعبير في دولة بن سلمان خاين الحرمين الآن حسب بلومبرغ قبل 4-5 يام جايب أخبار قالت بأن بن سلمان قرر تشديد العقوبات على كل من ينتقد الكاين الصغيوني من ينتقد إسرائيل طبعا هم قالوا أن ينتقد دولة إسرائيل وبطبيعة الحال تعاطف مع الفلسطينيين جريمة بل شفنا خرج سوديس قبل أسابيع كما تعرفون وهاجم امرأة حملة العالم الفلسطيني مع أن العالم الفلسطيني هذا معترف به هو تعلميليشيات وعباس ومنش عارف ومنظمة التحرير يعني مش حاجة يعني لا يعبر على عمق حقيقة الرغبات الشعب الفلسطيني لكن أو يبقى رمز محدود سوديس هاجم وقال لك ما فيش شعارات سياسية في 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 مكة لكن بعدها بأقل من أسبوعين أو ثلاثة كانت بعدها آنذاك نظم جات خطبة العيد راح يقدس في المجرم القاتل الناهب الفاسد والمفسد بن سلمان راح يقدس فيه ويقدس فيما يسمى برؤية 2030 وووو إلى آخره يعني تعطع مع شعب يذبح ولو بيرفع علم أو بكلمات أو لا لكم تذكرون في بداية الأحداث أيضا كان فيه واحد جزائري دار دعاء أو قال شيء إذا أنا مذكر أنا ذاك اعتقلوه وشدوه 12 ساعة وأكثر وبهدلوه وقالوا له كنا سنسجنك وسنفعل فيك وسنفعل وسنفعل بمجرد أنهم ذكروا اسم فلسطين أو دعوا لفلسطين يومها في الأيام الأولى وهذا حدثت مع الكثيرين اعتقلوا أيضا أتراك اعتقلوا ماليزيين اعتقلوا أي وحد في تلك الفترة اللي جات شرطة شرطة بن سلمان وأخذت العالم واعتقلت المرأة كان هناك من رفع العالم الهندي رفعوا العالم الهندي في مكة مش عارفين حتى إذا كانوا هذون مسلمين اللي رفعوا العالم الهندي كان عادي والبوليس يشوف فيهم البوليس السعودي يشوف فيهم عادي فالحقيقة أنه طبعا تكشفت حقائق هذه الأنظمة أو قل هؤلاء بعبارة أدق هؤلاء الخوانة الجواسيس اللي يحكمون البلدان اللي تسمى بلدان عربية يعني وحد على استثناءات قليلة البقية تصرفاتهم من الإنصار دائما المستثني لأنهم ليسوا سواء هم بالحقيقة مجموعة درجات لكن بعضهم بن زايد بن سلمان السيسي ذهبوا إلى حدود لم يكن يتصورها أحد أمس لا اليوم نتنياهو يقول لك أننا نريد إن شاء طبعا كل مشاريعهم لغزة ما بعد ما بعد الحرب تتهاوى وتسقط الأرض الآن ولم يعد تلك المشاريع اللي كانوا تحدثوا عليها وأنهم سيحكمون غزة وسيفعلون وسيأتون كلها تتهاوى مجموعة الخوانة عباس فرج ودحلاء دحلاء طبعا مش مع عباس لكن هو أيضا من أبشع الفلسطينيين المجرمين هؤلاء يبدو أن أوضاحهم ساءت ولم يقدموا الكثير لإسرائيل وكل المشاريع اللي كان طرح نتنياهو بدأت تظهر أنها تنهار فاليوم يقول ممكن قامت نظام مدني في غزة وقد تشرف عليه دول عربية منهم الإمارات طبعا يعني الفلسطينيين قد يفضلون أن يكون الحكم الصهيوني مباشر طبعا هما يرفضون في المطلع لكن لو كان يجوا يختاروا ما بين بن زايد وما بين حكام صهاينة إسرائيل يختاروا صهاينة إسرائيل لأنها تعد الأمور واضحة معهم والدليل ما يجري الآن في غزة بن زايد أشدوا بشاعة زايد بن سلمان السيسي هؤلاء الثلاثة بشكل قاس أشدوا بشاعة من الصهاينة صهاينة إسرائيل مباشر هؤلاء نستعرفهم إذن هذا الكيان يجد نفسه منبوذ يجد نفسه حتى الولايات المتحدة كما تعرفوا خرج بايدن قبل يومين ودار اعترافين خطيرين طبعا بايدن وبقول الأمريكيين أنفسهم يسموه بايدن الإبادة جنوسايد جو وهذه انتشرت عليه يعني بشكل كبير ولولا ولولا دعم المطلق بلا تحفظ لما ذهبت الأمور إلى مقتل عشرات الآلاف وجرح عشرات الآلاف واختفاء الآلاف في السجون واختفاء الآلاف تحت الأنقاض وتحت الردم أكثر من 120 ألف ما بين قتيل وجريح ومختطف في السجون أو مختفي تحت الردم وتحت الأنقاض أكثر من 120 ألف ربما يكون وصل 125 ألف الآن رقم مرعب مرعب أكثر من 5% أو في حدود 5% من سكان غزة قلنا نقارنوهم مثلا من شعار فينا بالولايات المتحدة 5% على الولايات المتحدة لأنهم قارنوا بايدن لما زار نتنياهو كانوا داروا المقارنة ما بين ما حدث في 7 أكتوبر في الكيان الصهيوني وما حدث للولايات المتحدة في 11 سبتمبر فقالوا ما حدث لنا هو 14 مرة ليس 14 مرة قالوا 44 مرة يعني عدد اليهود أقل من 8 ملايين والأمريكيين في حدود 330 مليون قالوا احنا قتل منا 1200 واحنا أقل من 8 ملايين يعني أنتم قتلوا منكم 3000 في 11 سبتمبر وأنتم 340 مليون تقريبا فالنسبة بالنسبة لهم كبيرة جدا إحنا لو قارننا من قتلوا اليوم في غزة أو أصيبوا وبعضهم أصيبوا بالعمى بعضهم قطعت أطرافهم بعضهم بما فيهم رضع بما فيهم أطفال صغار بما فيهم وركم تشاهدوا الصور كم هي مؤلمة وبمن اختفوا تحت الأنقاض مثلا ما يزيد عن 120 ألف يقتربون 125 25 ألف لو نجو نقارنوهم أي 5% مسكان غزة 5% مسكان الولايات المتحدة هو حوالي 16 17 مليون نسبة مرعوب مرعبة لأنهم قارنوا ما حدث في 7 أكتوبر كما حدث لهم مع عداد سكان الولايات المتحدة فهذه هذا هذه الأحداث عموما في الحقيقة حتى بايدن إذن خرج وبش يقول باعترافين قال لقد استخدمت إسرائيل قنابل أمريكية في قتل المدنيين في ذلك اعترافين مهمين جدا اعتراف أن الكيان الصهوني يقتل المدنيين والاعتراف الثاني أن أمريكا شريك له في القتل وهذا باعتراف الرئيس الأمريكي شخصيا من أن كانت هذا بقنابل أمريكية طبعا هذا الاعتراف أحدث زلزال كما اسمها الإعلام الإسرائيلي زلزال حقيقي وأحدث ما يمكن أن نسميه بالحرب الأهلية داخل طيار صهيوني حرب صهيونية صهيونية معاركة صهيونية صهيونية ما زالت في الكلمات كتبت فيها تغريدة أمس وهي أن غزة تدمر العلاقات الصهيونية الصهيونية في الكيال الإسرائيلي هناك من كان مع بايدن فيما قالوا وهناك من احتج بشدة ومنهم الحكومة كما تسمى نتنياهو بن خفير بن خفير وصل إلى أن رسم بايدن حماس وبينهما قلب وقالوا تحبك حماس يا بايدن وخرجوا كثير من المسؤولين في الكيان الصهيوني ينددون بهذه التغريدة أنت ابن خفير إذا انقسموا في الكيان الإسرائيلي الصهيين انقسموا ما بين الذين أيدوا ما قاله بايدن لأن الذهاب إلى رفح بايدن منع الأسلحة وخارج يتحدث أنه منع شحنة الأسلحة ثم قال أن الكيان الإسرائيلي أو أن إسرائيل قتلت مدنيين بقنابل أمريكية طبعا كان حديثهم أكثر على الشحنة شحنة 3500 قنبلة داخل الكيان هناك من وافق قال لأن الذهاب إلى رفح لن يزيدنا إلا توترا وضغطا وخسارة اقتصادية وعسكرية وأخلاقية وديبلوماسية فلتتوقف هذه الحرب ولتوقع على صفقة الأسرة فإذن وافقوا لأن الخلفية اللي ما قالهاش بايدن وهو يتحدث في اعترافه الرهيب هو أنه في الحقيقة كان غاضبا أيضا لأن نتنياهو يرفض الصفقة اللي كانت وافقت عليها الولايات المتحدة وقدمتها للمقاومة ولمقاومة خلت عليها بعض التعديلات وعادتها لهم وقبلوا بها قبل بها مدير سياي اي والوسطاء كما يسمون فأسنة النظام المصري وهي وثيقة كان قبل بها نتنياهو من قبل فشاهد بايدن من أن نتنياهو يتلاعب كلما وصلوا لتحقيق صفقة وهذا كان سيحل لهم كثير من المشاكل أولها يوقف الحرب التي أصبحت مشكلة مشكلة حقيقية ثقل هم للولايات المتحدة وللكيان ككل كيان الإسرائيلي وجدوا أن نتنياهو فانقسموا حول ما قاله بايدن والخلفية كانت الصفقة وليست شحنة الأسلحة في الحقيقة لأن أمريكا ما زالت ترسل الأسلحة وهي أوقفت نوع معين فقط من الأسلحة التي ترزن 250 كيلو و 950 كيلو تقريبا طن لأنهم قالوا لهم أن هذه القنابل تقتل بشكل فضيع لكن ما زال يرسل لهم في الأسلحة لكن اللي كان حرك هو موضوع الصفقة لأن بالنسبة بالنسبة لبايدن وبالنسبة لإدارة الأمريكية كلما طالت هذه الحرب كلما دفعت الإدارة الأمريكية ودفعت الولايات المتحدة ككل ثمن لهذه الحرب وهي تدفع تدفع في جامعاتها تدفع في متظاهرين تدفع داخل إداراتها حتى داخل وزارة الخارجية هناك غضب وزارة دفاع هناك غضب في الصحافة الأمريكية بدأت تنقلب إلى آخره فالولايات المتحدة تريد أن تنهي هذه الحرب بينما هذا يتعارض مع ما يريده نتنياهو والحكومة المتطرفة التي معها مما يخلق صراع صهيوني صهيوني داخل الكائن الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة وداخل العالم الغربي عموما لأن الصهاين منقسمين بين من يريد إيقاف الحرب واسترجاع الرهائن كما يسمونها لأن هذه الطريقة الوحيدة التي يستطيعوا استرجاع فيها أسراهم وبين من يرى أن استمرار الحرب إلى غاية تدمير غزة وتدمير المقامة هذه الانقسامات تضعف الدول الغربية تضعف الامبراطورية الأمريكية وتكاد تفكك هذا الكياب بل ستفككه في النهاية لا ندري كم سيأخذ وقت لكن كثير حتى من الصانعين الرأي والمؤثرين والمؤرخين والكتاب اليهود صهاينة وغير صهاينة كلهم يشعرون بأنهم دخلوا في وضع سيء وسيء جدا اسمعوا ما يقول هنا يعقوب بيري ويعقوب بيري هذا ما هوش أي إنكام هذا الرأي السابق لجهاز الشباك المخابرات الداخلية وشيقول يبدو أن عدونا المر والقاسي يسيطر على الوضع على نحو أفضل بكثير ونحن من نرقص على مزماره وليس العكس يحيى السنوار يتحكم بالأمور بطريقة أكثر موثوقية وأمان ونحن نتبعه دون خيار كل شيء مقلوب غريب وقبل كل شيء غير مفهوم وضع محبط وكئيب وفوق كل شيء بلا مخرج ولا حل أي حل لا أتذكر وقتا محبطا وبائسا مثل الوقت الحالي تكلم على كيانه لعمره الآن هذه الأيام يوم 13 ماي بعد ثلاث أيام أو 15 يوم 15 ماي سيحتفلون بالذكرى الستة وسبعين لتأسيسه تأسسها رسميا في 15 ماي 48 لا تذكر وقتا محبطا ويائسا مثل الوقت الحالي لقد حان الوقت لاتخاذ قرارات صعبة ويعادة دولة إسرائيل إلى أخدود الاستقرار وبداية الأمل وهو ما سيحدد مصيرنا ويعيدنا جميعا إلى حياة طبيعية وعاقلة ولكن يبدو أن التركيب الحالي لقيادتنا تواجه صعوبة في القيام بذلك وبالتالي فقد حان الوقت لاستبدالها كلمات قاسية جدا يعترف فيها بمرارة الوضع بأنه وضع محبط سيء قلق مزعج يريدون أن يعودون لحالة طبيعية وعاقلة يعيشون حالة جنون إذن هذا ليس شخص عادي ليس صحفي أو محلل أو حتى كاتب أو مؤرخ إنه أحد كبار شخصيات الدولة العميقة رئيس شابق للشاباك في الحقيقة ما قال هو قالوا أولمارت قالوا يهود باراك قالوا 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 كثيرين لا تحدث عن المعارضة لأنه قد يأتي واحد يقول لك أوكي هذون يعارضون النظام فيقولون ربما كلام ما فيه مبالغات لا الذين قالوا هذا الكلام كانوا رؤساء وزراء كانوا وزراء ورؤساء وزراء وجنرالات وقادة مصاد وقادة شاباك ودبلوماسيين سابقين يقولون إننا نعيش وضع غير طبيعي غير عقلاني محبط سيء لا مخرج لنا مما يحدث الحقيقة كما بدأت حديثي هناك أمر إلهي فيما يحدث أنا كثيرا ما أقارن ما يحدث في غزة بالفيتنام بثورة الفيتنام ضد الفرنسيين وضد الأمريكيين بالمناسبة يوم سبعة مايل ماضي كانت الذكرى السبعين كما شفنا في اللايف السابق لمعركة واحدة من أكبر معارك المستضعفين ضد الطغات معركة اللفاث فيها البيتناميين على الإمبراطورية الفرنسية ولقنوها درسا قاسيا جدا 20 ألف ما بين قتيل وجريح وأسير بشكل خاص وأيضا ثورة الجزائرية ثورة الجزائرية اللي كانت معركة ديان بيان فو قد أعطتها قوة خاصة خاصة بعد عودة الذين شاركوا أيضا في معركة لاندوشين مرة الماضية واحدة كتب لي تعليق لكن قال لي منظمة خاصة قبل طبعا منظمة خاصة تعود إلى نهاية إلى الـ 46 47 لكن المعركة ديان بيان فو أعطت للقوة للمنظمة الخاصة أعطتها قوة كبيرة جدا لكي تحاول أن تقنع المركزيين والمصاليين بدرورة الذهاب لثورة مسلحة عاجلة لأن كلاهم المركزيون والمصاليون كانوا مع الثورة أيضا واحد اكتبه قال لي وكأنك ما تعطيش حق المصالي لا نحن نعرف أن المصالي الحاجة كان مع الثورة لكن كان يريد قال لهم ما زال شوية نحتاج ترتيب أفضل وتنظيم أفضل وتحضير أفضل وبالمناسبة هو أعلن على بداية الثورة في ديسمبر وبدأتها الأمناع المهم لما رجعوا اللي كانوا في الديان بيان فو وحكاوا للعضاء المنظمة الخاصة ولمناظلين وقالوا لهم هذه فرنسا ما وش كمار نشوفه طبعا هما كانوا شافوا هزيمتها في الحرب العالمية الثانية لكن الهزيمة الأقرب كانت في ديان بيان فو واندرعت الثورة الجزائرية وكانت ثورة عظيمة وعظيمة جدا وفي الحقيقة كانت شرف لكل إنسان حر للمغاربيين سواء كانوا عربا أو مزيغا للعرب للمسلمين لكل إنسان مظلوم ولذلك مرات لما نشوف بعض التعليقات وتنسب إلى إخواننا المغاربة أنا لست متأكد أنها تأتي من إخواننا المغاربة لأن أعرف أن أي واحد من وراء كومبيوتر يستطيع أن يقول ما يشاء ويكتب ما يشاء قد يقدر يكون في موسكو أو في تل أبيب أو في أصفهان أو في وهران أو في الدار البيضاء ويكتب ما يشاء لكن مرات تنسب لا ثورة الجزائر هي الشرف أيضا للمغرب لماذا في الحقيقة ونعرف أن حرار المغرب يعتبرونها شرف لهم ليس فقط لأن أبائهم شاركوا فيها ليس فقط لأن المغرب كانت مركز أساسي للثورة الجزائرية كما كانت تونس ليس فقط لأن محمد الخامس أعطى لثور جزائريين ما طلبوا وما لم يطلب وخاصة بعد الاستقلال المغرب بعد 56 ليس فقط لهذا ولكن لأن إخراج الاستعمار من المنطقة من الجزائر كان تحريرا للجميع لو بقيت فرنسا في الجزائر كانت المغرب دائما ستبقى تحت الخطر وتونس والدول الإفريقية إلى آخر صحيح العصابة التي تحكمنا اليوم توطر المنطقة وتخلق مشاكل نحن كل هذا ونحن نقوله بأصوات عالية منذ ما يقارب ثلاثين سنة ولكن يجب لا تشككوا إذا كان هناك واحد غالط ولا اثنين مش نحكي على اللي يكون من الخلف وما وش عارف ويتبع برك أو أنه ذباب حتى تعدوه الأخرى تشكيك في الثورة الجزائرية هو ضرب للمنطقة المغاربية ككل الثورة الجزائرية واحدة من الثورات العظمى اللي دفعت ثمن غالي وشارك فيها إخواننا خاصة الأقربون توانسا ونغاربة اللي بي حتى المصريين عنا تحفظات شوية على عبد الناصر لكن فيه دعم كبير من العراق من سوريا من 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 نيوغوزلافيا من إيطاليا فرنسيين شاركوا فيها كان فرنسيين ما كان يعرف بلي فرير دي فرير أو بورتر دي فاليز أو غيرهم كلهم شاركوا فيها إذا الأحرار كانوا يشاركوا فيها والأشرار كانوا مع الاستعمار هذه طبيعة الأشياء فباش نعود رغم ذلك ثورة الفيتنام وثورة الجزائر على عكس ثورة الفلسطينيين اليوم اللي شاهدوها في غزة كانت الفيتنام كان يدعمها يومها الاتحاد السوفيتي وتدعمها الصين وتدعمها دول أخرى كثيرة مما يعرف من معسكر الشرقي ثورة الجزائر كان تدعمها دول عربية ودول مسلمة وبعض الدول مما يسمى بالمعسكر الاشتراكي غزة اليوم يحاصرها الجميع الأنظمة المجاورة لها خاصة المصري والأردني من جهة أخرى من هيه دفاة الغربية والأسوأ بن سلمان وبن زايد يتآمرون ويخونون ويتورطون ويدعمون الكعين الصهيوني أي أنها برغم تشاركها في بعض الأوجه مع الثورة الجزائرية والثورة البتنامية لكن ثورة الفلسطينيين في الحقيقة نتيجة لهذا التواطم من الحكومات بعض الحكومات العربية والإسلامية ونتيجة لأن الكعين الصهيوني يتلقى دعما وتلقى على الأقل في الأشهر الأولى غير مسبوق وغير محدود من الغرب إجمالا ومن أمريكا خصوصا يجعلها استثنائية هذه إضافة إلى أنها قطعة صغيرة جدا قطعة صغيرة جدا ولذلك هناك شيء رباني فيما يحدث اليوم صاين أعلنوا أن 12 من جنودهم قد أصيبوا قالوا أنهم أصيبوا بلدغات الدبابير بوزنزل كما نقوله هنا إذا كان هذا صحيح فهذا غريب أن يسقط لكم 12 جندي من لدغات الدبابير إذا كان هذا ليس صحيح فهي ضربات المقاومة سواء كان هذا أو لم يكن فإن هذا كله يثبت الرعب والرعب زاد هذه الساعات السابقة عندما ردت المقاومة وقصفت مدينة بير السبع قالوا أنهم منذ ديسمبر لم تقصف بمعنى أنها تقول لهم نحن هنا وهذا شيء غريب أيضا أنه بعد سبعة أشهر لمجموعات صغيرة محاصرة من كل جانب تواجه جيش من أقوى جيوش العالم يدعمه أقوى جيوش العالم أنها بعد سبعة أشهر كاملة ما زالت قادرة أن تقاوم وتواجه هذا الكيان الإجرامي الإرهابي اللي ضج العالم أجمع على الأقل أخياره وشعوبه وكثير حكوماته من تصرفاته شوف هذا المجرم ممثل كائن صهيوني شوفوا شيء ماذا يفعل في الأمم المتحدة آخروني ممثل هذا الممثل ممثل 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 جنون جنون قالهم أنتم لكم تقطعوا في ميثاق الأمم المتحدة يعني وكان الجالسين الذين يريدون فقط أن يتم تنفيذ قرار للأمم المتحدة صادر في السبعة وربعين قرار واحد ثمانية واحد وقرارات أخرى جاتت فيما بعد قرار ثنين أربعة ثنين قرار ثلاثة ثمانية وقرارات كثيرة جدا هناك أكثر من مئة قرار لصالح القضية الفلسطينية فيما يسمى بالأمم المتحدة رفضتها رفضوا الكائل الإسرائيلي وغالبا بدعم أمريكي مع ذلك يهاجم الجالسين الذين كانوا قد صوتوا لقيام دولة فلسطينية أي أنهم قالوا لأن مجلس الأمن لازم يوافق قالوا يجب أن يوافق مجلس الأمن على قيام دولة فلسطينية ويهاجمهم بشدة ويقولهم أنكم تخربون الأمم المتحدة وهذا المثاق هكذا ركم تقطعوا فيه تمثيلية بائسة لكن هذه تعبر عن حالة الجنون حالة الجنون عبر عليها أحد اليهود أحد اليهود الشرفاء عبر عليها بكلمات قوية جدا في الحقيقة ولديه كتاب شهير يسموه صناعة الهولوكوست شوفوا وجر عندنا هنا نورمان فرنكستاين نورمان فرنكستاين والديه ماتوا في الهولوكوست اللي بالمناسبة هذة الأيام رأنا نعيش ما يعرف بنهاية الحرب العالمية الثانية على الأقل في أوروبا اللي رسميا أعلن عن نهايتها في ثمانياماين مثلا فرنسا فيها عطلة ثمانياماين شوفوا ش يقول هذا نورمان فرنكستاين نورمان فرنكستاين نورمان فرنكستاين جهاز هنا يقول لهم أن منذ أشهر ونحن نشاهد في الإعلام الليبرالي الغربي لأن نهاية نتنياهو وأنه سينتهي وقال لهم هذا ليس صحيح لأن نتنياهو يعبر عن جزء وقال مجتمع ككل أنا أختلف معه ليس كل لأننا رأينا بعض المواقف المعقولة داخل الكيان لكن في الحقيقة يعبر عن جزء كبير داخل الكيان هو قال كل وهذا يهودي لن يزيد أحدا على يهوديته ولا على مظلوميته باعتبار أنه والديه متلاف فيما يعرف بالهولوكوست قال له ماذا تعبير التفوق اليهودي الذي يرى أن الإله وما سيقالش الإله وقال الخالق صنعهم بشكل خاص وباقي كلهم طبع احنا نعرفون احنا هذه عندنا آية وقالوا ليس علينا في الأمين سبيل لكن هو هذا يهودي الآن مش كما يقولها واحد مسلم أو مسيحي أو شخص آخر يقول بأن هذا التفوق وهذه العقلية هي عقلية عنصرية متواجدة وأن نتنياهو مختل يعبر عن مجتمع مختل هذا كلام كما قلت أنا ربما لن أوافقه تماما فيما قال لأننا للإنصاف شاهدنا حتى داخل الكيان الصهيوني مثلا كان عندهم واحد نائب مثلا وكانوا بش يطردوه مش عارف أطاحوا به ولا لا لأنه كان مع وهو يهودي يهودي إسرائيلي كان مع جنوب إفريقيا في رفع الدعوة وقال أنا مع جنوب إفريقيا في رفع الدعوة ضد الكيان الإسرائيلي هو قال هذا وكان استثناءات أخرى لكن هذا رأي يقول بأن نتنياهو مختل يعبر عن مجتمع مختل ممثل في الأمم المتحدة تصرفه يؤكد ما قاله هنا فرانك ستيل حقيقة فلكستاين دايما نغلط في اسمه نورمان فلكستاين حقيقة أن نشهد وضع استثنائي أين تتحرك الجامعات بالمناسبة ازدادت الجامعات خمسين جامعة في إسبانيا قررت قطع علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي ترون أن هذا الكيان لماذا هذا الغضب الشديد في الجامعات الغربية؟ لأن الكيان هذا عنده علاقات مباشرة مع الجامعات في أكثر الأحيان عنده علاقات في صناعة سلاحه في التكنولوجيا في الـ Artificial Intelligence في كله وأحيانا في أضعف الحالات هي علاقات أكاديمية ما بين جامعات الكيان وجامعات الدول الغربية الغضب بتاع الطلاب في أغلبية الدول الغربية اللي انتفضت وتقريباً كلهم انتفضوا بشكل أو بأخ كاين اللي بشكل كبير جداً مثل الولايات المتحدة وإلى حد أقل بريطانيا وفرنسا ودول أخرى وكاين اللي لأن حكوماتهم موقفها لبس به مثل إسبانيا سارعت الجامعات خمسين جامع سارعت إلى قطع علاقاتها مع هذا الكيان سواء العلاقات انتع الاستثمارات أو انتع الاستثمارات في الاتجاهين أو العلاقات الأكاديمية هذا كله يؤكد أن هذا الكيان سيتفكك هذه من مؤشرات نتكلم مرة أخرى على الجامعات الغربية ما هي جامعاتنا الجامعات الغربية هي التي تصنع القادع تصنع العلماء تصنع المفكرين تصنع لا تكاد تجد شخص ذو تأثير هائل اللهم إلا إذا استثنينا تأثير بعض اللاعبين في كرة القدم وبعض المغنيين إلى آخره أما التأثير العلمي والأكاديمي والسياسي والاقتصادي والفكري والتكنولوجي تخرج من الجامعات تخرجين من الجامعات أي أن الذين سيصبحون بعد سنوات هم قادة المجتمعات الغربية كثير منهم ينطفف ضد هذا الكيان انتفاضة هائلة هائلة هذا كله لصالح المستضعفين والحمد لله أن وجد في هذه الدول في هذه الشعوب من يرفض تصرفات حكوماته وأنظمته ويعترض عليها ويتظاهر بعض الطلبة الأمريكيين يعني في السنة الثالثة أو الرابعة أو على بواب تخرج أو يدير ماجستير أو يطرد الآن ويتم في مواقع التواصل الاجتماعي طبعا هناك كتائب هناك جيوش تبع الكيان بعضها تدير الإمارات بصالح الكيان يتم شيطنتهم وسبهم والهجوم عليهم ومع ذلك مع ذلك يخاطرون بكل هذا من أجل مواقف مبدئية وهي أنهم شافوا هذا التوحش وهذه الهمجية وهذه البربرية اللي ما كانوا شي يتصوروا أنهم قد يعيشونها أو يرونها طبعا رايكين صور لو كانت شوفوها شفت بعض الصور أنتا كيفاش تتعاملوا مع السجناء شي فضيع وراء خرجوا بعض المحققين الإسرائيليين اللي كانوا في في أحد السجون البائسة وتكلموا مع ربما في اللايب تعبد وإن شاء الله نجيب لكم ملخص وجابت الصحافة أمريكية وقالوا لهم إن ما يحدث في ضد الفلسطينيين شي فضيع في الحقيقة نحن نشاهد هولوكوست على المباشر نشاهد إبادة نشاهد تعذيب نشاهد قتل فضاعات على المباشر ولذلك هم يخسرون المظلومية انتاحهم وهي أكيدة وتصرف فيها هتلر لا ندري إلى حجمها لكن أكيد أنه كانت هناك لديهم مظلومية ومظلومية كبيرة جدا تتوارى الآن لأن الناس يقولون أنهم تقومون وكثير من اليهود يقولون هذا الكلام يقولون أنهم تقومون بما كان ضدنا هذا بالذات نورمان قالها آلاف المرات في محاضراته وفي كتبه والآن ربما رجعه 80 سنة وأعتقد أنه حتى كان طفلا في زمن الهولوكوست إذا ذكرت جيدا ترجمة نانسي قنقر